يعني كل التعازي والصبر والسلوان لأسرة فقيد الصحافة المصرية الأستاذ محمود بكري والحقيقة الأستاذ محمود بكري من الشخصيات اللي عليها إجماع بحسن الخلق والاحترام الثقافة والأدب والمصداقية اجتمعت فيه صفات كثيرة جدة تجعله شخص محبوب الحقيقة كان فيه عاصفة من الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك تقريبا كله كان صور محمود بكري يعني أنا شخصيا كنت مندهش يعني إزاي استطاع محمود بكري في عمره القصير أن يجمع محبة كل هذه القلوب ما اختلف عليه أحد كان مثالا ونموزجا للإنسان الصالح الإنسان المحب الإنسان الخير الإنسان الذي يقدم بيمينه دائما ويسلم عن الناس وكان دائما وأبدا في حالة من الكرم الأخلاقي والإنساني عز أن توجد والحقيقة يعني محمود بكري يعني برحيله بيفقدنا كثير من المحبة أو هنفتقد برحيله كثير من المحبة والحقيقة اللي ألمني أكتر قصوة الفراق على أسرته وخاصة شقيقه صديق العزيز وخوية كبير مصطفى بكري الحقيقة الفقد قانع عظيم عليه الحقيقة 72 يوم مروا على مصطفى كات أيام طويلة وحزينة وكئيبة ومؤلمة أنا لم أرى مصطفى بكري في حياتي كلها وأنا عرفه منذ تقريبا نص قرن ما شفتوش حزين بهذا الشكل وكل يوم بنتكلم وكل يوم بندردش الحقيقة محمود كمان كان قطعة من جواه يعني قطعة من قلبه محمود ده كان روح مصطفى بكري فخلص العزاء لزوجته والأولاده والمصطفى والعائلة والقرية العظيمة اللي انتمأ إليها وشيعته كلها كل رجالة القرية ونساءها كانوا في الجنازة وإن شاء الله يعني يعوطهم خيرا وصبرا ويطبطب على قلبهم جميعا وإن شاء الله في الجنة ومسواها إن شاء الله مسواها الجنة ودينا بتشوف الصور الحقيقة مصطفى بكري كمان يعني فكرة أن انت تشين عشاء خوك قصية جدا 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 والحقيقة اللي جرب الفراء فراء العزيز يعني بيبقى متأثر جدا بهذا الأمر واعتقد أن الدكتورنا لدكتورة عبد منهم سعيد رئيس مجلس دارة المصر اليوم الكاتب المفاكر الكبير جرب الفراء بهذا المعنى الفقد العزيز هو فقد اللي بيتعب الأكباد والأكباد دي لما بتتعب أكتر من قلوب وتعبير الأكباد ده تعبير عربي يؤكد على قصوة الفراء البقاء لله وطبعا اسمح لي أشاركك في العزاء يعني محمود أكري كان زميل عزيز في مجلس الشيخ ففي يعني حصل بينه وبينه كلام أكتر من أزمنا سابقة وعايز أقول أنا كان بيني وبين مصطفى بكري دائما ساعات خلافات سياسية وحاجات زياسية صحيح صحيح لم تؤثر قيدة أنملة على موقف محمود والعلاقات يعني نوع من الزمالة القوية الاحترام المتبادل وبعدين في فترة المجلس الشيخ في الحقيقة كانت في أرضية مشتركة كتير لما يحدث هناك فعني أنا بعزي الأستاذ مصطفى وعيلته وعيلة محمود طبعا طب طب جميعا ونرجلهم يعني ربنا أنا عارف زي ما أنت قلت الوجع في الحاجات دي ما بيلكمش يعني بس يعني ربنا كبير يعني ربنا ما يفجاش أحد ويطبطب على قلوبهم ويرطب على قلوبهم لأن بالفعل أسرتهم محتاجة كل الدعوات الطيبة إن شاء الله إن شاء الله يكون في عزق أعتقد يوم الأحد المقبل في عمر مكرم وطبعا كلنا لازم نشد على إيد المصطفى ونشاطر الأحزان فيعني ربنا يصبرهم جميعا